مثلا لما ما نخافش ان الجماهير او لما الجماهير تلتزم بحيث ان ما نخافش منها لما تخش بعداد مكسافة لما نطمئن على ان جماهيرنا هتخش وتخرج وهي مراعية مبدأ الامان والامان وده لن يتحقق الا المصغار ينسحبه من مشهد التحريض ومشهد انها تقع بين الجماهير وبعضها وفي مصالح ضيقة لما نبقى بنقول الاعلام لك رسالة قديها البعض منها لا يؤديها البعض والبعض يؤديه على اكمل صورة وكل الناس عارف مين اللي بيقدر رسالة الاعلامية والصالح ومين اللي شغال لمجرد بس ان الطريقة دي بتخليه اشتغل على اللعب على العواطف الناس السلبية لما كل المشهد يا استاذ ابراهيم في الضبط حيبقى قدامنا هدف واحد لما نبطل تحفيل على بعض والتحفيل دي في ايدنا بقى يعني انا بتشائم جدا جدا لما الاعله يحقق نتيجة ايجابية وحفل وادايق جدا جدا لما المنافس يخفق في حاجة وحفل واما لعيب معين اصطاده وحفل عليه ما هيوم لك هيوم عليك ما انت بيتحفل عليك وطول ما احنا بنحفل على بعض ما فيش حد عايش برا نطاق التوتر كلنا متوترين لعيبة مسؤولين اعلام جماهير طبعا قابلينا نبطل التحفيل لان الرياضة ما فيش تحفيل الرياضة فيها احتفال بالنصر انت بتقول نقطة مهمة جدا لعله من الامانة من الامانة ومحاولة برضو ان احنا نفكر بعض انسانيا واخلاقيا كتير اللي بيحصل ضد اللاعب محمود علاء ولازم ناخد بالنا يا جبعة الكرة بالنسبة للعب الكرة ده اكتش يا كيوت لا مهو دي مثلا لا مش فاهم يا أستاذ إبراهيم ده مهدي مفاهم لان بتغير ان اي انسان ييجو لحاجة صح يا كيوت لازم ابقى شارس وانسان يطوير عشان ما باش خلينا نغير الكراسي لو اللي بيتحفل عليه او بيلاحق باستمرار بالضغط عليه انسانيا لو ده لعب من النادي الاهلي من قبل جماهير منافسة حد هيبقى مرسوط حد هيبقى مرسوط ان في لعب يستهدف طول الوقت حتى لو كان اللعب اخطأ مرة خلاص هو خلق مرة وانس كلمت لا انت ما تجي انه فعند حتة اخطأ مرة انت زعلان منه لانه تنمر وصخر من حارس طنطة وهو بيلعب مش كده اه يعني انت زعلان من واحد حفل على لعيب فبتعقبه ثم انت بترتكب نفس الخطأ نفس الخطأ وبتحفل عليه بتدن نفسك الحق الذي تحاسبه عليه عليه محمود علام مش لعب في النادي الاهلي عشان احنا بنتكلم نختلف مع سلوكه نقول الغلط طبعا لكن استمر باستمرار كل ما يغلط في هدف او كل ما يضيع ضربة جزاء يا جماعة ده على المستوى الانساني امر لا يليك اخي احنا بنحفل على لعيب امور الاهلي ارقى واكبر واوعة واكثر حرصا على اخلاقيات الملاعب انت ساعد بقى من كتر رغبتك في التعفيل والفولورز اللي بنبسطه من هذا اللون بساعات بتحفل على لعيبتك انت لعيبتك احيانا تتعرض لتحفيل من جماهير الاخرين ومن جماهيرك مبدأ المكايدة يا جماعة المكايدة ده حاجة انت لابتلعب والله لابتلعب اي لعبة كنت شهنة في البيت انت واخوك وتفضل تدايقه كل ما تكسبه تدايقه وتحفل عليه وتصخر منه حيوم يتخاني معاك المشاعر مش هتبقى نقية ولم ليس من اجل هذا جعلة الرياضة هتسموها بقى كيوت ومش كيوت اه هو لما تبقى انسان مهزب ده حاجة يعني لا فلتاكم كيوت هتعجل تخجل منها اذا كان هي دي الانسانية اذا كان هو دي الرسالة بتاعت الرياضة بالعكس انا الانسان الذي يسخر من الدعوة الكريمة هو انسان جواه حيعيش مع محيطه ازاي هتجد بيعمل كده مع اقرب الناس اليه مع اصحابه مع ماء فيه كلمة فيه اعلان كان جاي عشان علاج التنمر فلما يعني ما تقول كلمة ها تداية حد طفل صغير ها او واحد لا انت تخنتي قوي الكلمة دي بتعلم وبتغير سلوك اللي قدامك طبعا وبتخليك تائب وبتخليه صحيح ينزاوي وبتخليه مش حاجة يحيان يكبر معالك تائب فينتحر ويبقى كلمة موتة واحد وانت فاكر نهي ايه بتهذر ها واحد بيخاف مثلا من حاجة تمتخوفوا بيا طول النهار عشان تضحك انت وزميلك ما هو ده تحفيل يا جماعة ده ده نمر يعني ياريت ياريت ننتصر على ضعفنا وعلى رغبتنا في التحفيل لان هو ده الانتصار الحقيقي لما تعمل كده انت انسان سوي انت انسان بتربي نفسك فتقدر تربي غيرك ده كلام مهم جدا عن لعب الحياة كلنا حتى تعمل الكلام ده استاذ بريم كله صحيح وجمعه تبقى هنا الاول عشان تكون هناك بعد كده ده كلام مهم جدا في محيط وفي مصب الاخلاق لانه فعلا جمهور يفضل ناس كتيرة ضد لاعب يضيع فرصة يضيع ضربة جزاء الناس معرفش ايه تدايقه لا اي لاعب بقولكو ده لو لاعب من النادي الالي و جماهير المنافس بترتكب معاه باستمرار مثل هذه التصرفات كلنا هنتدايق يعني التانيب سكين تكورة في جهون نتدايق للمبدأ نتدايق على انتهاك الاخلاق نتدايق على مشاعر اي انسان لانه هو في النهاية انسان عنده مشاعر وعنده اصر وعنده اولاد يعني انت الطبيعة سيد ابراهيم ده ما يصحش في حق اي لاعب لما جونك يصد ضرب الجزاء رد فعلك مصوط يبقى ايه فرحان اللي جوني بالظبط اعلي قيمة هقه جوني مش اسخر من اللي شاطة كان نفسك تيجي جوني يعني عشان هو يعني اللي هي اسخر منك اتمنى كل حد بيرتكب مثل هذه الامور ضد محمود علاء او ضد اي لاعب نراجع نفسينا شوية واتمنى من محمود علاء وغيره ما يخطأش في حق جمالية ما هداي انتو دان برضو او ما ينفعش كده الحياة سلفوا دي يعني انا لما اتكلم على الجماهير او اتكلم على السوشال ميديا دي الناس ما اقدرش احط ايدي عليها لكن حضرتك في الملعب لازم تكون قدوة هو اتمنى اللعيدة وتعرف ان ده بتعلمه لغيرك تصرفك اتنقل الى قاعدة مارسة هذا التحفيل عليه كلنا يا جماعة ننتصر للقيم الرياضية هتبقى الرياضة الممتعة بعد كده